عَنَّ لِي تَعْمَيْنِ يَشْدُونَ تَعْوَنَبُونَ يَقُولُونَ تَعْوَنَبُونَ يَقُولُونَ تَعْوَنَبُونَ يَقُولُونَ أمسية رمضانية في رحاب مركز رحماء بينهم التابع للعتبة العباسية المقدسة احتضنت مجموعة من الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية اذ تضمنت إحياء ليلة من ليالي القدر المباركة من خلال أدعية وأعمال خاصة بها وبأجواء إيمانية إضافة إلى محاضرة تعريفية بشخص أمير المؤمنين عليه السلام إحياء واستذكارا ليوم استشهاده في هذه الليالي المباركة أقام المركز رحماء بينهم التابع للعتبة العباسية المقدسة ضمن أطار النشاطات الرمضانية المسائية للشباب والفتية المكفولين ضمن هذا المركز المبارك أمسية رمضانية تتضمن محاضرة خصوصية عن حياة أمير المؤمنين ودور الإمام عليه السلام في الإصلاح الاجتماعي وكيف نسلط الضوء على لمحات من حياة هذا الإمام العظيم لكي يكون بمثابة المحفز والمنشط والمقويل لدوافع هؤلاء الفتية والشباب على أن يتخلصوا من رواسب الاجتماعية والرواسب الثقافية المنحرفة ويتطلعوا إلى مستقبل أفضل وعالم جديد مليئ بها الحيوية والنشاط رحماء بينهم هو أحد المشاريع التي تتبنىها العتبة العباسية المقدسة والذي يعمل على إنقاذ حياة الأطفال من التشرد والضياع في التقاطعات والأماكن العامة وإخضاعهم إلى عدة برامج منها عقائدية وفقهية وبرامج فكرية وتنموية وأخرى ترفيهية إضافة إلى أحياء المناسبات الخاصة بأهل البيت عليه مسلم وبالأخص صاحب المشروع الأكبر لرعاية الأيتام أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان أملا لكل محتاج عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام بهذه المناسبة نعز الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والأمة الإسلامية والمراجع العظام دلالة على استمرار نهج الإمام علي عليه السلام وتكوين مشروع أحما بينهم هذا المشروع الذي يعني برعاية الأيتام وذوي الاحتياجات العسرية ونتمنى من الجهات المسؤولة والجهات المعنية توفير الاحتياجات والاستجزامات لهلاء الأطفال زرع الأمل والمحبة في قلوب أيتام أو من فاقدي الرعاية الأسرية إحدى الدروس الإسلامية المحمدية التي كان قدوتها أمير المؤمنين عليه السلام ليصبح أبا إلى كل طفل يتيم من أو محتاج لتكون العتبة المطهرة أولى في السير على هذا النهج الإنساني ترجمة نانسي قنقر